ازمة كورونا كلنا قلنا تعالوا نقف مع بعض ونخلي الخلافات السياسية على جنب واشهد الله ان احنا كنا صادقين جدا في الكلام ده وبعدها بدأت الازمة تشتد شوية في مصر ولو حضراتكم فاكرين السيسي وقتها اختفى فترة كده وبعده رجال لنا باللقاء وقعد ايه يدعي وعمل فيها الشيخ النخشباندي وقال لشيخ الشعراوي وقال لنا ايه اتطمنوا احنا زي الفل والازمة تحت السيطان بس للأسف وقعدت الدولة البوليسية فجينا ان الحقيق بتتزيف والناس بتموت بكورونا ومحدش بيسأل في اي حد طبعا الحكومة مش هتفوت شماعة زي دي من غير ما تعلق عليها كل الفشل بتاعها فبقت كورونا اساس كل المشاكل اللي مرت في مصر السنة اللي فاتت بس كده لا يا معلم خد عندك ده خصب من الموظفين واحد في المية من مرتباتهم وكمان نص في المية من المعاشات والشعب المصري اتروأ فقاش شوف بسبب ايه كله بسبب كورونا المفاجأة بقى ان الجهاز المركزي للتعبية والاحصى قالك ان اعداد الوفيات في مصر في النص الاخير من عشرين عشرين زاد حوالي مية وعشرين الف واحد واخدوها مني الناس دي كلها والله العظيم يا جماعة ما احنا مش نكدب عينينا وعربيات الاسعاف اللي كانت وقفة قدام المساجد والاعداد دي كلها والاعلام ما كانش بيتكلم احنا بس اللي كنا بنتكلم وانتو كمواطنين بكاميراتكو بتليفوناتكو رصدتو ده والكل كان مخدود الكل ده كل دول ماتوا بايه انا بقولك اهو ماتوا بكورونا المهم عدت الايام والحمد لله العالم حصل اخيرا على مصل الكورونا الحكومة المؤكرة قالت لنا ايه المصلة يتوزع ببلاش قلنا طبيعي ما هو جاي لهم ببلاش وبغض النظر عن انه جالهم من الصين عن طريق الامارات هدية دي مش قصتنا المشكلة او الميزة او الحاجة الكويسة اللي حصلت ان المصل بقى فين بقى موجود طب يا ترى بقى هيتوزع ببلاش عن ناس شوية شوية قالوا لا ببلاش ايه هو انتم متعرفوش ان ما فيش حاجة ببلاش اشاهد من المقدمة الطويلة العريضة اللي انا بقولها لحضرتك دي ان المصريين بجد احنا كمصريين بقينا ارخص حاجة عند الحكومة وعند السيسي وفي الوقت اللي العالم كله بيطم المواطني وطبطب عليهم ويقول لهم ما تقلقوش كله هياخد المصد السيسي وحكومته بقولوا للمصريين كل سنة وانتوا طيبين المصد للمين للاغنياء وبس وكام فئة تانية كده هنختصهم مع علية القوم بس هنختارهم بمزاجنا يعني هنحط حبة معايير ومواصفات على مزاجنا احنا وعشان نعرف تفاصيل اكتر بقى عن الموضوع ده تعالوا بسرعة نبدأ حلقتنا ونتكلم في الموضوع ده بتفصيل اكتر يلا بينا اي دولة في العالم محترمة بدأت في رسم خريط التوزيع اللقاح على مواطنيه منهم اللي قرر توزيعها داخل البيوت وده عن طريق ارسال وفود طبية لكل منطقة ومنهم اللي قرر توزيع اللقاحات دي عن طريق الوحدات الصحية طبعا كل ده بيتم مع اخذ كل الاجراءات الاحترازية طبعا الناس ويبتد اللقاح لازم بيقى فيه اجراءات احترازية ولازم بيقى فيه اجراءات وقائية طب ده فين يا معلم ده في العالم الاول امال احنا ايه بقى مصرنا الحقيقة يا جماعة احنا مش عارفين مصرنا ايه لحد دلوقت ولو جاوبتوك قلتوك احنا مصرنا كذا براجل كدب وبقول ايه كلام لاني ما عرفش اصلا احنا مصرنا ايه ومصر المصرين ايه خاصة اننا كشعب عددنا كبير جدا ومتكدسين داخل كل مدينة وقرية كل مدينة وقرية فيها عدد كبيرة جدا طب ازاي اصلا هيتم حصر التجمعات دي عند المراكز الصحية الله اعلم طب السؤال التاني عم احمد اللقاح ده ببلاش ولا بفلوس والله العظيم علمي علمك طب احنا حاليا بنمر بحالة من اللغط واللخبطة وبدأت تنتشر خلال الاسبوع اللي فات والحكاية بدأت لما صفحت صندوق تحيا مصر على فيسبوك نزلت فيلم قصير الوان بقى ايه معلم وجرافيك واخراج وتسوير بكاميرات احترافية وشغل عالي جدا الفيلم قال لنا بوضوح ان اللقاح ببلاش لغير القادرين الحمد لله تعالوا بقى نشوفوا كده الفيلم مع بعض يلا بينا الحياة فرص وفي بعض الاوقات بتبقى هي فرصة واحدة مفيش غيرها وانقاذ حياة انسان فرصة صعب مفوتها عشان كده صندوق تحيا مصر بيوفر لقاح كورونا لغير القادرين شارك معانا مشاركتك حياة تمام؟ كله فرح قلنا الحمد لله اخيرا معلم عملوا حاجة صح والله العظيم تمام لما انا اتفرج على اعلان زي ده او برومو زي ده بيقول ان اللقاح وصلوا بقى لغير القادرين والله العظيم ارفع القبع للقائمين على هذا الامر وقول لهم كل التحية ان انتو هتخلوا بالكم من المواطنين المصرين وتدولهم لقاح مجانا وبمجرد ما الفرحة بدأت تنتشر لقينا موقع وطن منزل الخبر ده ده انا ملحقتش اتحك يا رجل تفرج اسمع شوف انزل يا معلم الصحة تحدد ثلاث فئات للحصول على لقاح كورونا مجانا طيب لاش يا معلم هناخد معاهم الدنيا واحدة واحدة في تفاصيل الخبر ده عرفنا ان اللقاح مجاني للاطقم الطبية وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة طيب واللي مش من التلاتة دول موقفه اي حكومة موقع وطن ما سبناش الحقيقة ورحمة دينا بالمرزب على دماغنا وامجاي ايل لقاح كورونا مجانا لغير القادرين وهذا موعد اطلاق موقع التسجيل رسميا على سميني الكلام ده على لسان الصحة طيب كلمة مجانا لغير القادرين دي مش كلمة واسعة ومطاطة وفتفاضة قوي ولا انتوا شايفين غير كده مين بقى هيحدد القادرين من غيرهم قالك كده لما تحب تسرق حط عنوان عريض لما تحب تحارب حط كلمة مطاطة وعريضة عشان كل شوية تقول انا بحارب الارهاب بحارب الارهاب بحارب الارهاب فما حدش هيقولك هو حد هيوافق ان انت متحاربش الارهاب لا كله طبعا يقولك حارب الارهاب فانت لما تقول لغير القادرين بمزاج انا بقى واجيبي المزورة والمقص كده واعد افصل واقول داي ليه يبقى غير قادرين ويدا مش غير قادرين طب مين يا جماعة غير القادرين ومين القادرين الله اعلم طيب المدرس النهاردة على سبيل المثال المدرس المربي بيقعد اه يعني بيقعد كده يفكر كل شوية كده يا رب انا او المهندس او الدكتور يا رب هو انا من القادرين ولا من غير القادرين تقول لي وفي دكتور من غير القادرين اقولك عادي جدا ده في دكترة كتير جدا من غير القادرين ده في مهندسين كتير جدا شغالين بمرتبات ما تفتحش بيوت طب ده في مدرسين ومعلمين أجيال ما معهمش أصلا يجيبوا إسبريم من الصيدلية عادي جدا يعني واضح أن الناس كلها بقى هتتحط فين تحت درس الحكومة تاني والموضوع هيتوزع بالكيف وبالمزاج طب اللي عايز يشتري بمعرفته هل اللقاح متوفر والله سؤال حلو جدا بس أنا برضه أقول لك الله أعلم طب بكام والله العظيم ما حد يعرف والله يا جماعة لو اللقاح تسعر وبعته لنا التسعيره كنت حتتها لك دلوقتي طيب موقع وطن كمان يا جماعة بيقول أن أصحاب الأمراض المزمنة ليهم الأولوية ولو حضرتك ما تعرفش عدد مرضى الأمراض المزمنة والأطقم الطبية وكبار السن تعال نقول لك عددهم العدد هو أستاذ علم أو بيئة عدد الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يتجاوز كم؟ 21 مليون مواطن عارفين يا جماعة 21 مليون مواطن يعني بيتيالي كده أكتر من ربع الشعب أكتر من ربع الشعب يا رجالة محتاج ياخد اللقاح ببلاش أما غير القادرين فخدها مني بقى هم التلات تربع التانيين اللي قليل منهم جدا 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 يعني هتلاقي بقى اللي هم مثلا إيه الجيش الشرطة القضاء الإعلام رجال الأعمال وألاضيشي كل هؤلاء الذين ذكرتهم لك الآن ألاضيش بقى الإعلام على ضباط جيش على ضباط شرطة على قريب مش عارف مين على نسايد مين هم دول اللي هيبدأوا ياخدوا اللقاح طب هم دول بجد القادرين اللي ينفع تاخد منهم قرش وبعدين خلي بالك ما انت وقعت دلوقتي وما حد تسمى عليك يا مولانا ليه بقى مش انت اللي قلت حضرتك قبل كده إن علاج فيروس سي كان مجاني بسبب توجهات السي سي واتضح ان حوار والبنك الدولي هو اللي مول ميت مليون صحة ايه معلم ميت مليون صحة ده تعال فكرك وقولك ما في حاجات بتنزل وانت ما تعرفهاش نعرفه لك هنا اهو ميت مليون صحة دي كانت حاملة عمالها مين؟ عمالها الرجل اللي في الصورة دي مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ميت مليون صحة اهو ورقم مجاني وفرصتك الآن والتحليل والعلاج بالمجان حلو استيسي استغلي القصة والحدوتة دي ونطع الإنجاز ما بيركب الموجة على طول وبياخد اللقطة اشمعنا بقى لقاح كورونا اللي هيكون بفلوس اقولك أنا ليه عشان المرة دي انت اللي دافع فلوس من جيبك فعلا محدش لمولك ولا حد ادالك فعايز تعمل يا معلم عايز تاخد ثمنه وكمان هتكسب فيه ليه بقى؟ أنا بقولكو هيكسبوا في اللقاح وهيقلبوا المصريين على العموم الحاجة الوحيدة اللي أنا باتفق فيها مع الناس دي ان القطقم الطبية هي فعلا اللي لازم يكون اللقاح ليهم سريع ومجاني وبنتمنى وبنطالب انكم تعملوهم زي ما بتعملوا اي مواطن اجنبي وقد بالك هلا مركزة معايا ولا ايه؟ ست هلا كده تصحى وتاخد الشاي بتاعها وتركز معانا أنا بقولكو سامعة هلا يا اللي ما تكسفتيش وانت بتقولي التصريح اللي أنا هوريه لك ده انزل بالتصريح يا معلم وريهم التصريح اهو الصحة تجري تحليل كورونا قبل 24 ساعة للفرق والمشاركين في منديال الياد ده اللي احنا تكلمنا عنهم بارح وقولنا لكو الاجانب هيجوا وهيتصرف عليهم كتير جدا الاجانب هيجوا وهيتعمل لهم تحليل عشان دول مش هينفع يديحك عليهم ما نقول لهم هو انتم من القادرين ولا من غير القادرين يا ترى انتم من الربع ولا من التلات تربع بعد اللي بنشوفه ده طبيعي قوي نقول نفس اللي تقال في فيلم عسل اسود فكرين احمد حلمي لما قالها كده ليه اللي جاي لك اجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلي منك تقلبي ربنا يعيني الناس والله كريم